قصة اليوم عن ظريفة طول يا ترى مين ظريفة طول هل ده اسم شخص ولا رمز لشخص بنسمع مصطلح ظريفة طول في أغنية فلسطينية تراصية بيتناقلها الأجداد من أيام الانتداب البريطاني لفلسطين فخلينا أقول لكم مين هو ظريفة طول هو شاب فلسطيني ولي اسم فلسطيني وهب روحه لفلسطين وكان صاحب عيون سودة وشعر اسود وبيتميز بطوله الفارع والجسم الحي النبط بالرجولة واللي كان سبب في أنه يطلقوا عليه لقب ظريفة طول الشاب ده لم تصرفوا بنات القرية كلهن عن حبه لأرضه وعشقه ليها كان حب وطنه أعظم من أي حب كان بيعمل كان بيشتغل في محل نجارة ومكسبه كله كان بيوفره ويوزهه على شباب القرية لصد الأعداء اللي بتغير على القرية من وقت لآخر كان حلم كل أم إنها تجوزوا لبنتها فاخد عندكم مساعد زوجة المختار أو العمدة بتاع الحي تروح مخصوص لمحل النجارة اللي بيشتغل فيه ظريف الطول عشان يصنع لها خزانة دولابي يعني وتطلب منه إنه يزينها بالورود اللي بتعشقها بنتها عشان تلفت نظروا ليها ومخليل زوجة خطيب القرية تطلب منه إنه يصنع لها صندوق خشبي للملابس ولما خلصوا طلبت من بنتها إنها تتقدم عشان تسلم منه الصندوق في محاولة إن هي عينه تقع على بنتها ويغطبها خطيب القرية نفسه في خطبة الجمعة لما حليب رغبته في مصاهرته لكن زريف الطول كان ينظر نحو البعيد ليس نحو النساء كعادة الرجال في مثل سنه كأنه ولد ليصنع شيئاً آخر في أحد الأيام شن العدو وفجوه مع قرية واستوشهد ثلاث شبان وفي اليوم اللي بعده يسيب زريف الطول القرية ويغيب عنها أربع أيام وبعدين يرجع في ظلمة الليل عشان محدش يشوفه وهو بيحمل في إيده خمسة بنادق اشتراها باللي قدر يوفره من أجرته في محل النجارة اللي بيملكه أبو حاسم بعد شهر رجعت العصابات وحاولت اقتحام القرية بس البطل زريف الطول كان وزع البنادق اللي جابها على شباب القرية القوية فحصلت المفاجأة اللي ما توقعاش المعتدون واللي فر مدبرين بعد مواجهة دمية وسقط ليهم ستة قتلة في اليوم التالي عمت الفرحة أهل القرية وخصوصا الستات اللي راحت تبيع دهابها وتشتري بي بنادق وفي الليل عادت العصابات عشان تاخد بالطار فاندلعت معركة كبيرة في كروم التفاح واستشهد عدد كبير من أبناء القرية بس في نفس الوقت كان خسائر العصابات أكبر ولما اندحر المعتدون يجرون أزيال الخيبة والهزيمة قام أهل القرية بحصر الشهداء والتعرف عليهم بس ما نقول زريف الطول بينهم وكمان ما كانش بين الأحياء اختفى زريف الطول فأجمع أهل القرية على قوته وجرئته وهو بيقتل المعتدين بشراسة حتى سرع منهم أكتر من عشرين واحد فكان بيقدر أنه يستخدم بندقيتين في نفس اللحظة وشافوه بيحمل مصابين عمار واشجهاد من ساحة المعركة وأنقذ آخرين والرصاص من فوق وكذخ المطر وكل واحد بقى يذكر شيء من بطولته المختلفة وأصبح زريف الطول أغنية القرية يا زريف الطول وين رايح تروح بقلب بلدنا تعبقت الجروح يا زريف الطول وقف تاجلك رايح على غربة فلسطينة حسن لك بعد خمس سنوات ناس بدأت تقول أنها شافته في أماكن مختلفة اللي قال شافه في يافا واللي أقصى منهم شافه مع جمال عبد الناصر في بورسعيد في مصر وأخروا رؤوه في الكرامة على نهر الأردن وناس تانية شافه في سوق الغرب في بيروت وقيل أن آخر زور ليه كان في غزة وهكذا أصبح زريف الطول رمز يفتخر به كل أهل فلسطين تكسرت الأقويل حول مكان وجود زريف الطول وتبينت ونسجت الحكايات والقصص عن بطولاته وراح الشعب الفلسطيني يجدد سيرته بوصفه أسطورة عاطفية وجدانية اجتماعية تحمل معاني الثورة والتطحية والإباء بالإضافة إلى معاني أخرى ظهرت عانى منها المجتمع الفلسطيني والغربة اللي بتطردهم في نومهم ويقزتهم وهكذا راحت حكايات زريف الطول تنقش في زاكرة الشعب مخسولة بالدموع الأباء والأمهات يحكوها للأبناء والأحفاد فكل جيل أصبح شاهد على زريف الطول فتحية لك يا زريف الطول إليك التحية منسوجة بمشاعر شعب عظيم يحمل رسالتك وينقش على جدراني أفئدته صورتك إليك التحية وطيفك في عيوننا شع عادف تنطلق منه راية النصر الآتي بحول الله بعد الفاصل فقرة المطبخ وهتحفكم بوصفة فلسطينية وهي المقلوبة لكن يبدو أني فيه خلاف عن أصلها وأنها فلسطينية ولا مش فلسطينية عشان فيه ناس بيقولوا أنها أردنية تفتكروا مدى صحة الكلام ديت وهل هي فلسطينية ولا أردنية ولا سورية